موسيقى في مسألة هل فعلا أو المقترحات اللي قاموا فيها الأخوان الأفاضل والنواب الأفاضل في مسألة مجلس الأمة هل سن التقاعد والرأي الآخر كان يعارض والرأي الآخر كان يعيد أنا لما أتكلم فيها الجزئية هذه لابد أن أطرح معايير وأطرح مسائل فنية واقعيا هذا مطبق واقعيا هذا مطبق هناك في بعض الفئات كثيرة الآن تقدر تقول 50% إلى 60% مطبق عليهم هذا تخفيض سن التقاعد 60% إلى 60%؟ نعم أنا أقول لك مطبق عليهم تخفيض سن التقاعد براتب كامل؟ براتب كامل أنا أقول لك منهم الفئات هذه حتى أننا ما أتكلم أنت مثل ما أتعرف الوظائف عندنا هناك متعددة وكل قطاع من قطاع الدولة بهذه الوظيفة له يعتبر مصنف من ضمن العمال الشاقة والخطرة أو مصنف من ضمن البدائل اللي يعتبر تحل محل السن التقاعد بمعنى عندك العاملين بالقطاع النفطي اللي يعملون من ناحية الفنية فقط وليس الإدارية 20 سنة يطلع تقاعد لأنها تعتبر من عامل من أعمال الشاقة عندك المرأة المتزوجة تستطيع أن تطلع تخرج تقاعد سواء بالقطاع المدني أو القطاع الأهلي خلال 15 سنة من وجودها في الوظيفة هذا أيضا آخر بس ما راتب كامل 15 سنة ما تطلع راتب كامل لا 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 دعني أقول لك شغلة بس دقيقة سن التقاعد الاختراح ما كان يتكلم على نسبة المئوية كم الراتب يأخذ أيضا أثنينتهم سواء الموجود الحالي والمخترح كلهم يتوحدون في أملية حسبة وحدة ما في تفرق بيناتهم ممتاز عندك المرأة المتزوجة والتي ترى والتي قصدي خلال 15 سنة سواء كانت تعمل في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي تطلع 15 سنة يحق لها أن تقدم للتقاعد فإذا هذه الفئة الثانية الفئة الثانية الذي يرأى أول معاق وهو الذي يمكلف بالرعاية معاق أيضا يخرج بسن مخفض هذا رغم اثنين إذا كان الرجل 20 سنة وإذا كانت المرأة 15 سنة بالإضافة هذه إذن الفئة الثانية بالإضافة إلى العاملين في مجال الخطوط الجوي الكويتية جزء منهم أيضا يطبق عليهم هذا المجال وهو تخفيض سن التقاعد بالإضافة للأسكريين كل الفئات الأسكريين من مرتبة أدنى إلى مرتبة أعلى تخيل شمع عددهم بالآلاف أيضا يطبق عليهم اللي هو الجيش والداخلية والحرص الوطني والحرص الرفاء كل هذول أيضا يطبع فإذن من المتبقي المتبقي الرجل فقط الآن أو المرأة الغير متزوجة في هذا الحقل اللي هم يسعون يكملونه وياهم هذا واحد لذلك واقعيا واقعيا بأن بأن هذا المقترح يتم تنفيذ نصه لو فرضنا 50% من العاملين بالأيد العاملة هذا رغم الثنين لذلك تجد أن بالإضافة لذلك في استثناءات هذا الغانون أعطى يخرج وليس من الفئات اللي أنا قلت لك على سبيل المثال وليس الحصر عندك إذا واحد أصاب بمرض خلال فترة خدمته أيضا ممكن يطلع تقاعد مرض يعيق أداء عمله أيوة بالإضافة أنه يطلع تقاعد أيضا ليس من الضرورة أن يكمل فوق السن اللي هو 30 سنة خدمة ممكن يطلع خلال 15 سنة يطلع 5 سنوات 6 سنوات هذا اللجانة الطبية اللي يتحدد نسبته فوق 50% 50% أو أقل يقدر يطلع يقدر يطلع تقاعد ولكن الحسبة المالية متفقين كل القطاعات هذه لها حسبة مالية وحدة عندك كذلك هذا أيضا استثناء من الأصل اللي أنا ذكرتها لك تونع نقاط الأربع اللي ذكرنا لذلك لو واقعينا بالإضافة للتأمينات ترى مدورها أن تصرف رواتب فقط هذه ملاحظة مهمة جدا شنو دورها؟ لأن الخروج التقاعد المبكر يأثر في الصناديق اللي موجودة الآن دكتور قبل التأثير قبل التأثير في الصناديق للتأمينات اليوم يقول لك هذه المطالبة في تخفيض صن التقاعد هو إتاحة الفرصة وحل مشكلة البطالة ماشي ممتاز البطالة ما تنحل بالتأثير على الصناديق الإكتوارية اللي موجودة وهو علم الإحصاء لا الحل في مشاريع دولة أخرى في جهات أخرى هي لتوفر الحل وليس للجوء إلى الصناديق لأن الاشتراكات دائما تكون قليلة المبلغ الاشتراكات دائما لأنك تتكلم عن 1500 دينار إذا كان أساسيك والغالبية بالقطاع المدني اللي موجودين عندنا أساسيهم ما يوصل 1500 دينار هذا واحد صحيح فلذلك تجد أن الاشتراكات اللي موجودة اللي قاعدين مولونها الآن الاشتراكات المستقطعة من رواتب الموظفين صحيح حتى بيبسطها لمشاهد الكريم نعم الاشتراكات جماعة كل واحد عنده راتب في استقطاع من راتب هذا الاستقطاع قاعد يروح إلى هذه الصناديق الخاصة بمؤسسة التأمينات صحيح عدل ايه لذلك المجموع اللي قاعد يوفره اللي قاعد يدفع الموظف خلال عشرين سنة تجد أن يتم رجاءة في حالة خروج لو فرضنا وافقا على هذا المقترح خلال ثلاث سنوات خلال ثلاث سنوات لا فهم أنا أقول أنت الآن دكتور يخصم منك بالشهر قل مئة دينار نعم بالسنة ألف ومئتين دينار نعم خلال سنوات قل وصلت ربعين ألف دينار قيمة اشتراكاتك خلال سنوات عشرين سنة مثلا نعم طلعت تقاعد بعد عشرين سنة العشرين سنة يصرفون لك الآن قل ألفين دينار أو ألف وخمسين دينار نعم فأنت رجعت اللي تدفع خلال سنة رجعتها بشهر ها يعني غصلك يعطون المبالغ ايه الاشتراكات ترجع لي ترجع لك خلال ثلاث سنة وبعد ذلك يتم من الصندوق نفسا اللي هو من طريق الاشتراكات الغير هم يسددون راتبك لأنه هو الفلسفة التأمينات قائمة على نظام التكافى الاجتماعي قائمة على التكافى الاجتماعي بحيث أن أي هزة تصير بمثلا قلة الاشتراكات بمقابل زيادة الصرف رح يصير فيه هزة يعني أنت الآن تعتقد في أني أنا لما أخفض سن التقاعد رح يصير هزة في هذه الصناديق نعم مو صندوق يمون نفسه وعنده استثمارات وعنده أموال يعني ما رح يصير فيه لا لا هو الاستثمار هذا رادف آخر هذا رادف آخر استثمار فلذلك الأساس الأساس هو قائم على ثلاث عناصر اشتراكات الموظف واشتراكات صاحب الأمل سواء كان الدول أو يتم يتم تمويلها في حالة العجز وهو الخزانة العامة لذلك لذلك دكتور نعم أنت تتكلم أن الفئة المتبقية التي لا تخضى على سن التقاعد وهي فئة قليلة لو تحسبها لو تحسب المجموع الكلي من المستفيدين بهذه الصناديق علشان أنت توفر لهم بالخروج التقاعد واقعيا هذا مطبق ليش هذه المطالبة وأكثر من 38 الصوت العنوان العنوان يعطي نسأل تخفيض سن التقاعد بس لكن تفصل الفئات اللي قاعد تمويل هذه الصناديق وطبيعة عمالهم تجد أن أن مستفيدين من هذه الميزة نعم حتى بدون قانون المخترح اللي يقولون عنها أستاذ بدري يعني اليوم يقول لك أنا الآن عمري 50 سنة وخدمتي يا أخي 29 سنة يا أخي طلعني تقاعد اشتبي فيني أنا موظف لأني يعني أنا مو قيادي ولا صاحب اتخاذ قرار ولا شيء يا أخي اشتبي فيني أنا وصلت من العمر يعني خلاص بتفرغ إلى أبنائي بتفرغ إلى بيتي تطلعني تقاعد ما يطلع تقاعد وإذا بيطلع يقص روات ما يقص لازم تكمل المدة ولازم تكمل العمر فعشان شدي الناس قاعد يطالب يا أخي يخفض سنة تقاعد أخذ الثلاثين اللي تبيع بس طلعني تقاعد هل الأمر هذا واقعي هو في السابق كان هناك في شراء مدة اعتبارية ولكن تم توقيف الشراء مدة الاعتبارية وتم حصرها فقط على العاملين بوظيفة وكيل وزارة ووكيل وزارة مساعد والقيادات في القطاع النفطي وأي قياد آخر في الشركة اللي تملكها الدولة أم يابليبيا الآن قبل في السابق كان حتى رئيس قسم تقدر تشتري مدة اعتبارية له أربع سنين ثلاث سنين ويطلع تقاعد في حالة رغمتها في هذا الأمر الآن أنت تتكلم حتى لو تتكلمت أنت تقول أطني راتبي وخلني أطلع لازم يوفر شرطين طيب أنا أنا ممكن أقعدك في البيت ما عندي مشكلة ولكن تدخل في حالة يسمونها ما أجل الصرف خلاص أنا خذت منك اشتراكات أنت ماكملت العمر ما تبي تكمل أقعدك في البيت لما في عمر مؤين في نسبة في تاريخ مؤين أنا أصرف لك الراتب ما لم يتحقق الوفاة لأن الوفاة هذه حالة مفاجئة ما يتحكم فيها القانون لذلك لذلك الجزئية هذه لما تأتي وتقول لي نبي نخفض هو عبارة عن واقعيا مثل ما قلت لك واقعيا المطالبة هذه ترى حتى الخروج السن التقاعد المبكر ترى ما يحلم مشكلة البطالة أنت بتطلع كم ألفين ثلاث تلاف خمسين ألف أربعين ألف مثلا أنت تتكلم عن آلاف أنت يوميا عندك مخرجات التعليم العالي بس أنه عالج على الأقل يعني في معالجة من وجهة نظر ثانيا بس لك سؤال ثاني الاشتراكات اللي يتم توريدها من الموظف من خمسين ألف ذلك لا لا المشتراكات اللي يتم خصمها من الموظف الحديث الأهد نعم في الوظيفة نعم طرح قليلة القيمة عن المستشتراكات اللي قاعدتك خدمة موظف جديد وهذا خدمة خمسة عشرين سنة فإذن ما حلينا المشكلة نرجع إلى مسألة التأخيف يعني في التأمينات بحوشة عجز من تقاعد هالناس أنا أتكلم دكتور راشد أنا أتكلم في جزئية معيلة جزئية فنية مالية في هذه المسائل مالية ترابعة ستؤثر على مؤسسة التأمينات الاجتماعية نعم المنافع التأمينية رح أخليها بعد الفاصل هذه المنافع التأمينية لكن أرجع على النقطة يمكن حتى المشاهد يقول لي تراشد يرجع عليها موضوع اللي قلت لي يطلع قبل سن التقاعد يعني قبل ثلاثين سنة قعدك في البيت وأخذ اشتراكاتك وأصرف راتبك بعد فترة هذه إلا توضحها أنا أقول لك هذه طبقت فعليا من تاريخ صدور الغانون في حالات معينة وطبقت بعد خروج الموظفين لخطوط الجوية الكويتية بعد يوم صدر الغانون وبرغم الثماني لسنة الفين وثمانية يوم صدر الغانون لسنة الثمانية تفاجأوا في حالة تطبيقية يوم راحوا الموظفين بعد خصخصة الخطوط الجوية الكويتية في عام الفين ثمانية يوم راحوا إلى التأمينيات الاجتماعية يتفاجأوا بأن لم يتم عليهم تطبيق الشرطين وهو الخدمة والسن لذلك رجع مرة ثانية مجلس الأمة استثنائهم في تحديث قانون فالفئة هذه أن يتطبق أن استثنوهم من مؤجلين الصرف معنى كلمة مؤجلين الصرف أنا حققت أحد الشرطين يا حققت العمر وما حققت الخدمة أو حققت الغالبية العظمى يتم التطبيق الشرط الأول وهو أنك أنت حققت الخدمة ثلاثين سنة ولكن لم تكتمل عمرك خمسة وخمسين سنة لذلك أشي يصير أنت الآن باجينك مثلا سنتين على خمسة وخمسين نعم يقول لك خلاص أنت الآن لا تدعم أنت الآن مصنف عندنا تحت فئة المؤجلين الصرف يقعد في البيت وبعد سنتين ينزل راتبك تماتيكيا بعد من يعطني راتبك سنتين وهذه الحالة الموجودة في بعضهم الله مقدر عليهم دكتور راشد في بعضهم عنده أملاك عنده خير اللي ما عنده اللي ما عنده لا بدنا يوفر الشرط حتى يضمن المورد المالي هو شرط 55 العمر يكمل العمر هو المفهوم الآخر اللي قاعد يخلط أمام عامة الناس بأن الشرطين هذول متوفرين هذا الشرطين لم يتم العمل فيهم إلا بعد واحد واحد سنة عشرين الفين وعشرين اللي يتأين بعد واحد واحد الفين وعشرين الرحين يطبق عليهم الشرطين هذولي وهو 55 بالضبط وبالإضافة إلى الآن المنافع التأمينية وختاما الوقت ما شاء الله مش بشكل سريع لكن القصد شنو الآن الصناديق اللي موجودة بالتأمينات اللي ممكن تستفيد منها وزارات الدولة ومو مفعلة هو طبعا في عام سنة عشرين هتبتقول شيء في خلف سنة التقاعد لأن احنا راح نقفل هذا الملف في شيء تبتقوله فيه قبل أن تقليلها لا هو طبعا المنافع التأمينية اللي أنا بس أكملها بس جزئية معينة بسيطة جدا بأن التأمينات مو مردود بس فقط تدفع رواتب عندك من حتى الوفاة تصرفها أيضا هذه ما يقابلها كان اشتراك عندك من حتى الزواج اللي يعطونها ست شهور أيضا هذه من الصناديق اللي موجودة عندنا لتم عن طريق تمويل أيضا ما يقابلها كان اشتراك اللي والتها متوفي وهي قاصمة وتزوج نعم فإذا في منافع أخرى موجودة أيضا بعد المولها التأمينات خصوصا حتى القانون الأخير مية وعشر سنة 2014 مكافأة المالية مو معقولة صدر اليوم عناطق 30 ألف أيضا هذه كان لها تمويل آخر من ضمن الاشتراكات السابقة قاعدين يمولون حق الموظفين اللي طلع اللي ما قابلها اشتراكات فإذا هناك منافع كثيرة موجودة في قانون التأمينات اجتماعية تعطيها المؤمن علي واستفيد منها ما يقابلها اشتراك هذا الغم واحد بالنسبة الآن الميزة هذا القانون الآن كل الناس تعتقد بأنه مع العلم أن القانون التأمينات الاجتماعي أعطى لأصحاب العمال بإنشاء صناديق تكميلية تكمل الصناديق اللي موجودة في مؤسسة التأمينات الاجتماعية تكمل هذه الصناديق يسمونها الصناديق الخاصة وتم جهتين في الحكومة فقط بتطبيق هذا البند اللي هو قصد نص المادة 83 في هذا القانون وتفعيل من تاريخ صدور الجهة مؤسسة البترول الكويتية وجهة المؤسسة الخطوط الجوية الكويتية أنا كمؤسسة أنشئ صندوق تأمينات خاص فيني غير صندوق التأمينات لمال التأمينات صحيح لموظفيني ولكن هذا يتم الاشتراك فيه اختياري اختياري بتحديد طبعا تحط قواعد مجالات الصرف وشروط الصرف ويتم الاتفاق مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية بإداءة بتوريد هذه المبالغ ليأخذونها من الموظفين إلى التأمينات لما يتحقق شرط من شروط التقاعد للموظف هنا يتم بالإضافة إلى معاشة وحسبتها اللي موجودة طبق اللي غانين تأمينات اجتماعية يأتي في المقابل يتم حسابه بناء على الصندوق التكميلي الخاص اللي أنشأ صاحب العمل هذا ما شاء الله يعني يأخذ مبالغ مني ويأخذ مبلغ مني صحيح بس المبلغ الثاني هنا هي اللي تعطيك أيضا تأمينات اجتماعية نفس الحين الصندوق مال مكافأة المالية لما يعطون المكافأة الدفع الواحدة 28 ألف أو 18 ألف دينار ما بين هالمبلغين الآن هذا الصندوق من ثلاثة ثم من سبع وسبعين لليوم لم يقوم فيه إلا جهتين بتفعيله من سنة سبع وسبعين من سنة سبع وسبعين نص المادة وضعت في عام سبع وسبعين في قانون قصدي العمر الأميري اللي صدر بواحد ستين سنة ستة وسبعين وتم العمل فيه بواحد أشرة سبع وسبعين كقانون هذا القانون المادة الموجودة الآن ولكن زد صدر قرار لحث الناس لتفعيل هذه الصناديق الخاصة بتاريخ 19 شناير سنة 2016 رغم القرار ستة على 2016 هذا يعطي أيضا وزارات الدولة تقدر تسويها الصندوق الآن بقوة القانون هو القانون موجود ولكن القرار فسر فسر أنت لبقيت تنشئ الصندوق أولا تأد لائحة تأد قواعد شروط صرف هذا الصندوق الحد الأدنى لصرف هذا المبلغ لحد الموظف طريقة الاشتراكات وتوريدها عن طريق الجهة العمل إلى التأمينات الاجتماعية ويعتبر يستحق الموظف في حال استحقاق المعاش التقاعدي هذا مصلحة الموظف هذا مصلحة الموظف والاشتراك اختياري أنا ختاما كل وزارة اليوم وكل مؤسسة بالدولة مدنية عسكرية أهلية تقدر تطبق وتنشئ هذا الصندوق صحيح طبقا لقرار 6 على 2060 لماذا ما يسوونه وانا بكيف اشترك او ما اشترك كيف صحيح المشكلة انه ما حظى في بإعلام هذا واحد وانا 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 القرار هذا نشر في جريدة كويت اليوم وبالإضافة لذلك انه لحد الحين ما في تخيل مصر مصر طبعا هي سابقتنا في هذا المجال تخيل مية وخمسة وخمسين صندوق خاص من الحق الموظفين وغير عن صناديق التأمية الاستماعية بفعل الصناديق الخاصة وإحنا عندنا صندوقين عندنا صندوقين كويتية وش اسمها ومؤسسة الخطوط الجويلة مؤسسة البترول الكويتية شكرا لك المحامي الأستاذ بدر سعد الاعتابي وان شاء الله نلتقي في مرة أخرى ونتحدث عن هذه الصناديق أمر غريب عجيب الصراحة بالقانون والوزارات تقدر تسوي والمواطن هو المستفيد وهو المخير تابع تشترك أو ما تابع تشترك شا اللي يمنعكم منو صاحب القرار الوزير المؤسسة ولا المدير لا لا اللي قرر في الشيء هذا اللي قرر الوزارة نفسها الوزارة تقرر إنشاء الصندوق بس مو مطلب شيء قرر بس بس مجرد قرار إنشاء الصندوق وتطلب الموظفي الاشتراك فيه بمثلا يعطونهم ميتين وخمسين فوق الراتب تقادي خمسينية دينار الآن عندك البترول الوطنية مؤسس البترول تعطي ألف دينار على فوق الراتب التقادي شكرا جزيلا سيد بقر شكرا جزيلا شكرا لك شكرا شكرا الله إزاكم كل شكرا لضيفنا الكريم أنا ما أنا أعرف ليش بعض المسؤولين ما يتخذ هذا القرار اللي لي مصلحة المواطن أنشئ صندوق وتعالي اشترك فيه ولما تريد تشترك لما تطلع تقاعد يطلع لك مبلغ تصو رجع لكم